ختاماً قبل ما وقتنا يخلص عايزة عرف توقعاتنا للميدان النهاردة وبكرة بس عايزينة تخيل من أستاذ مصطفى ودكتور إيهب أنا أتمنى من الله أن العملية تهدأ وما يحصلش تهور من الطرف الآخر ما يحصلش عبث من إن كان فلول أو شرطة أو متخذي قرار إن يحصل أي احتكاك مع الميدان الميدان واضح وصريح الميدان ما هواش اللي بيهجم الميدان هو اللي بيتهجم عليه الميدان ما فيهوش قنابل مسيلة للدموع بيتضرب عليه ما عندوش بنادق مططية ما عندوش خرطوش ما عندوش الكلام ده كله فبالتالي الهجوم بيبقى من الناحية التاني إحنا عندنا أخبار وبعدها وتمنى أن يكون خبر خاطئ إن ممكن يحصل هجوم من بلطجية جايين من ناحية العباسية على الميدان أتمنى من الله أن ده ما يحصلش لإن ده هيفكرنا تاني بموقعة الجمل وإنتوا عارفين بعد الجمل وقع الجمل فأنا بقول بما حمل أيوان أنا بقول وأرجوكم يعني وأرجو القوة السياسية كلها إن هي تسيبها من موضوع الانتخابات دلوقتي وتركز إزاي هتتلم وتتوحد لإن زي ما لومنا المجلس فيه أشياء أنا بحمل المسئولية ويمكن أكبر للقوة السياسية اللي ما عارفتش تتلم وتتوحد عشان تقعد مع المجلس العسكري وتأخذ منه السلطة بطريقة سلمية عشان كده الميدان قال لهم باعدوا أنتوا بقى إحنا هنجيب حقنا دكتور إهان هنا متوقع الاستمرار لاعتصام الناس المعتصمة والمتظاهرة الشعب ثاير لكرمته الشعب إدى فرص كتير جدا للعدالة إدى فرص كتير جدا لحكومة ساند الثورة وما حصلش والإدارة الانتقالية كانت بتراهن على إن الشعب حينسى وإنه مفيش ثورة ولا حاجة وإنه هتعدي المسائل وإنه هنرجع زي ما كنا بس ما عندناش جمال مبارك وعلاق مبارك والدنيا هتمشي زي ما كانت وهذا لن يحدث وبالتالي أنا مع الأستاذ مصطفى نحن نخافز على هيبة الجيش ونسترد هيبة الداخلية بإصلاحات كاملة حقيقية جديرة بالشعب المصري ومسورته العظيمة وهناك طرق واضحة وصريحة لإنجاز هذه الإصلاحات دكتور هاب الخراط عضو الهاية العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا أستاذ مصطفى الجنزي نائب البرلماني السابق والقيادي في تحالف ثورة مستمرة أشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا النهاردة خلصت حلقتنا وختاما عايزة بس أقول بأننا يعني بنتطلع بيانات كلنا فأنا عايزة أناشد البلطجية الشرفاء الامتناع عن ازهاب لمدان التحرير لو اللي انتوا شايفين اللي في مدان التحرير دور صح أو غلط سيبوا الناس تفضل موجودة ومش بيقول لكم حاجة بس ياريت ما نبعدش بلطجية ويريت نبعد عنهم خالص أناشد البلطجية الشرفاء أرجوكم ملكوش دعوة بمدان التحرير على كل أنا برضو بطلب من كل الناس ما تاخدوش معلوماتكم من بس التلفزيونات والراضيهات انزل مدان التحرير خطوتين المدان أمان على فكرة المدان أمان جدا ادخل روح شوف اتكلم مع الناس شوف الناس دي عايزة أي لو انت موافق معاهم خليك معاهم لو انت مش موافق ارجع بيتكو قول رأيك منتهى الأدب من غير عنف سواح الفل ترجمة نانسي قنقر